يستعيد العراق في هذه الايام ما عناه في ايار من العام الماضي عندما اشتعلت الحقول واطلفت النيران محاصيل زراعية في مناطق متعددة من البلاد مخلفة خسائر مادية كبرى صورة اخرى من صور الارهاب تؤلم المواطن العراقي لا تقل بشاعة عن صور القتل ومشاهد الدماء البريئة التي تسيل نتيجة ارهاب تنظيم داعش بالتزامن مع عودة نشاطه الا وهي الحرائق التي تلتهم حقول الحنطة في العراق لجنة الامن والدفاع النيابية اكدت ان 99% من الحرائق التي تطال الحقول يقف وراءها ارهابي داعش في المحافظات التي تشهد نشاطا لخلايا التنظيم الارهابي بشكل واضح وخاصة نديالا وصلاح الدين وكاركوك فيما لفتت الى ان هذه الحرائق هي رسالة داعشية واضحة على رغبته باعادة سيناريو عام 2014 عندما احتل ثلثي مساحة العراق المزارعون اجبروا انفسهم على تشكيل مجموعات حراسة الليلية لتأمين حقول القمح بعد سلسلة من حرائق دمرت مساحات شاسعة في حين يتساءل اصحاب الحقول عن غياب دور قوات الامن بتأمين المساحات الزراعية في مشهد لم يكن مألوفا بين مزارع العراق قبل سنوات ومع تكرار سيناريو الحرائق بالتزامن مع اغلاق الحدود بسبب ازمة فيروس كورونا وجهود انعاش القطاع الزراعي بالدفع نحو الاعتماد على الانتاج المحلي واعلان الاكتفاء الذاتي يتوارد الى الاذهان تساؤلا في غاية الاهمية حول ما اذا كان تنظيم داعش فقط من يقف وراء هذه الجريمة او وجود شبهات جنائية تعمل على محاربة الاقتصاد العراقي خدمة لاجنتات خارجية خاصة وان جميع نتائج التحقيقات حول حرائق العام الماضي قيدت ضد مجهول ترجمة نانسي قنقر